اهلا بكم في حلقة جديدة معكم مقصم الاعتباني ياريت ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد النهاردة معانا برضو مبايل من شركة اوبو هو اوبو رينو سري برو دلوقتي هنتعرف على مواصفات الموبايل ومميزاته وعيوبه مساحة التخزين هي نسخة وحيدة 256 جيجا مع 8 جيجا رام البطارية ضخمة بسعة 4025 ميلي امبير نظام التشغيل اندوريد تين باي عالك سوماني النواية مедиاتك هل يو بي 95 بتكنولوجيا 12 نانو الشاشة 6 و 4 من 10 بوصة بتقة فول اتشي دي فلاص فيها صعبو مزدوج الكاميرا خلفية كاميرا الكاميرا المزدوجة الأولى بتقة 44 ميجابيكسل والتانية ب 14 ميجابيكسل والتا Australians نشرهاekbook في مواصفات الموبايل الأول بدقة اربعة وستين ميجابيكسل والتانية بدقة 13 ميجابيكسل والتالتة بدقة 8 ميجا بيكسل والتانية بدقة 2 ميجابيكسل والكاميرات الميتninه مستوزه avan وكل داع ان اشره تحقف وموصفات الموبايل دلوقتي ناخش على موصفات الموبايل خمات تصنع الموبايل من البلاستيك اللامع والموبايل بيدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع نانوسيم الموبايل بيدعم كل الشبكات لحد شبكة الجيل الرابع اللي هي 4G شاشة الموبايل كاملة فيها سكبين لكاميرات السيلفي والشاشة جاية من نوع سوبر اموليد بمساحة 6.4 من 10 انش بدقة FHD Plus والشاشة بتدعم نظامة Dark Mode وكمان الموبايل جاي بنسخة زاكرة واحدة 256 جيجا مع 8 جيجا رام وكمان بيدعم خاصية زاادة المساحة وتركيب كارتة موموري بمنفذ خاص لها ودلوقتي نخش على اداة الموبايل من ناحية الاداء فالموبايل جاي بمعالج من شركة ميديا تيج من نوع هليو بي 95 بتكنولوجيا 12 نانو وما فيش فرق بينه وبين معالج ميديا تيج هليو بي 90 اللي موجود في الأوبورينو شريل عادي ودلوقتي نقدر نخش على الكاميرات الموبايل جايب 4 كاميرات خلفية القولة بدقة 64 ميجابيكسل بفتحة عدسة 1.8 وهي الكاميرا الأساسية والتانية جايب دقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.4 وهي الخاصة في الزوم وبتعمل زوم لحدته اكس والكاميرا الثالثة جايب دقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.2 وهي خاصة في التصوير الالترا وايد والكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.4 برضه وهي خاصة في العزل وجاي مع الأربع كاميرات دول فلاش من نوع ليد فلاش وكاميرات الموبايل بتدعم التصوير في الأضاءة الخفتة بسبب دعمها للألترا دارك مود والنايت مود أما عن كاميرات الموبايل الأمامية اللي هي السيلفي فالموبايل جاي بكاميرا مزدوجة الأولى بدكة 44 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.4 وهي الكاميرا الأساسية والكاميرا الثانية جاية بدكة 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.4 وهي خاصة بالعزل كمان الموبايل بيدعم تصوير فيديوهات 4K بدكة 2160 بيكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية وبيدعم تصوير Full HD بدكة 1080 بيكسل بمعدل التقاط من 30 ل60 إطار في الثانية كده خلصنا كلامه على الكاميرات نخش دلوقتي على وسائل الأمام الموبايل بيدعم مستشعر بصمة مدمك في الشاشة وبيدعم خاصية الفيس أنلوك كمان الموبايل بيدعم منفزة 3.5 مليمتر وبالطريقة الموبايل الضخمة جاية بصعة 4025 مليمتر وبتدعم الشحن السريع بكوة 30 واط والموبايل بيدعم منفز الـ USB من نوع Type-C وبيدعم خاصية الـ OTG كمان الموبايل جاي بنظام التشغيل الأحدث أندوريد تين باي وكمان الموبايل متاح باللون الأسود واللون اللازلق واللون اللابيض كده خلصنا كلامه عن مواصفات الموبايل ونخش على عيوب كاميرات الموبايل الخلفية برزة شوية عن الضهر لكن البروز بيتحل بتركيب الجراب وتصميم الموبايل من البلاستيك وإنه يتمنى أنه ييجي من الإزاز لأن البلاستيك بيعرضه الخدش والتبصيم بس اللي يجيبه يركبه الجراب والموبايل ما بيدعمش السباة الإلكتروني وكده خلصنا لعيوب نخش على مميزات التليفون مستشعر البصمة بيشتغل بسلاسة من أجل أي مشاكل ولا تهنيج والموبايل بيشغل شرحتين اتصال وكارت موري في نفس الوقت زي الدعم الموبايل للشحن السريع بكوة 30 واط فبيشحن في وقت قليل ضغط الموبايل كويسة تحت أشاعة الشمس والموبايل فيه كاميرا مخصصة للزوم ووزن الموبايل خفيف وينسب للاستخدام بيد واحدة وكده ربقى خلصنا المميزات ونخش على مكونات العلبة العلبة فيها موبايل أوبو رينوس ري برو وسكرينة تم وضعها على الشاشة بشكل مسبق ورس الشاحن وسلك يو اس بي من نوع طيب سي وجراب ظهر لحمية الموبايل وكتاب التعليمات وضمان الموبايل ودبوس معدني وزائد سماعة الأزن سعر موبايل أوبو رينوس ري برو في مصر فيه نسخة وحيدة اللي هي 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 7500 جنيه وشكرا ما تنسوش تعملوا لايك وتشاركوا في القناة وتفعلوا اجرار الجرس ترجمة نانسي قنقر